كلهم وقت يشعر احنا مش نكونوا اه في اطار ناس الديوان ماتينال سيد عميد ومش تلقاوا لو ديو توفيق ديدي سامح مفتاح كل يوم على الديوان افام وباقية الفريق والفريق بش يكون كبير لكن من السبعة النصف النهار مش تلقاوني انا وسيد العميد بقاتيك ما موجودين على تيلة خمسة ساعات يوميا من الاثنين للجمعة على الديوان افام السبعة النصف النهار ناس الديوان ماتينال بش يكون فما اه كلام على بلادنا العزيزة والغالية تونس ولكن كذلك الوطن العربي والامة العربية بش تكون موجودة في الماتينال وذول اللي اول مرة بش يكون فما زخم من هذا النوع برنامج خمسة سويا يوميا هو راهو تشالعنج بالنسبة لنا سيد عميد وانا معاملة برشعة الكتيبة في هذا والكتيبة الكل نحبكم موجودين كل يوم سبعة النصف النهار معايا في الناس الديوان ماتينال نزيدا نحب نسلم على تونس اليوم انا ما قاليش اسمه وانا تلمو هكا عجبني الكلام ما مسئلتش حتى الاسم كنت نشري نقضي هكا ونشري في كيس كيس متاع قهوة الكيس متاع الماتينال الراجل كيف سمعني نتكلم وهو هكا ما كانش مقابلني سيد العميد كيف دار دار والدموع في عينيه قال لي انا سمعت صوتك قلبي دق على خاطر انتي امرأ مشرفتنا ومعرفتنا قال لي راهو برنامج على مسئوليتك قال لي راهو كيف كيف تتكلم وكيف يتكلم سيد العميد توفيق ديدي كيف يتكلم الدكتور رفع تبيب أبو البابا سالم ناس الكل يكيب الكل انت على مسئوليتك وانا دي ما قول راحنا عنا خبراء على مسئوليتك معناش محلين راهو في على مسئوليتك عنا خبراء ولاد البرنامج شكرا للتوينس الكل وشكرا للعالم العربي الكل لطفي عزوز يقول برشة خمسة سوية لطفي عزوز ناجم معناش خمسة سوية وانا احنا مش برشة علينا لانا في ديوانا ثام وحاضرين ان شاء الله بكون دكتور هيل وبفقرات تهم الجميع الناس الكل بش كونوا وجودين في الفقرات هذية التوينس بالخارج يكون عندهم نصيب كبير وتوينس بالداخل كيف كيف والوطن العربي وعلى مسئوليتك تلقاها من 11 نصف نهار فقرة اسمها من غزة يكونوا موجودين بها يوميا الفقرات هذية سيد العميد احنا في هذا الكل حكيت انت على الجزائر لكن احنا كنا من البرامج اللي فهمنا من الوهلة الاولى قيمة المقاومة اليمنية وما تبعثوا تفعله المقاومة اليمنية ولهنا تحية خاصة جدا لليمنين اللي قاعدين يتابعوا فينا شكرا لكم من قلبي على خاطر مشكلة اليمنين يتابعونا التلفزات والمؤسسات الاعلامية اليمنية تابعة على مسئوليتك ولو عنا اصدقاء احنا من المؤسسات الاعلامية هذية وكما العادة القوات اليمنية تنتصر للقضية الفلسطينية وتستهدف سفينة في ميناء حيفا بالاشتراك مع المقاومة الاسلامية في العراق سيد العميد هيئة بحرية بريطانية تعلن تعارض سفينة لهجوم في خليج عدن واعننت الجماعة انصر الله اللحوثي امس عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الاسلامية العراقية استهدفت سفينة اسرائيلية في ميناء حيفا وحققت اهدافها بنجاح ولم تشر المقاومة اليمانية للهجوم في خليج عدن ولا ما عادش نشيره للهجومات هذية تحدثوا فقط عن استهداف سفينة سفينة تعدو في ميناء حيفا شوف السماح وسط 140 رابتو ولكن هني قتلك الحصة الفارتة قتلك راه الغباء بتاع الاسرائيليين انهم تسببوا في تقوية محور المقاومة الحرب تعلم الحرب الحرب تعلم الحرب اذا ما يحدث جعل محور المقاومة والمقاومين بسفة عامة يتقوون يعرفوا يحاربوا ديقة رميات تكبر يعرفوا يعني يستخبروا يعرفوا يقوموا بالعمليات شوف سماح خليني نرجع بالله كما عطيت حق الشعب الجزائري خليني عطيه حق الشعب اليمني انه هي اقوى شجرة الشجرة مش اللي هي عروقها ضربة في الارض ولا اذا نحن كلنا اصلنا من اليمن شجرة اليمن جذورها ضربة في الارض من عشرات الاف سنين هذا التفسير راهو لماذا هذا الشعب بالذات لانه تاريخيا هذا الشعب هو اصل العرب الشعب هدايا متأصل اصيل هذا كلش شفنا ردد الفعل ملايين راهو مزالوا يخرجوا كل يوم جمعة الى اليوم صامدون و الى اليوم بما عندهم معناها منعتات يعني يساعدون اخوانهم في فلسطين و وضعوا انفسهم على ذمة محمر المقاومة ككل وهددوا قالوا راهو لو اشتعلت الحرب في جنوب لبنان سنذهب كلنا الى الى هناك لمعارضة اخواننا شوف قلت لك التوق الان يضيق على عنق نتنياهو وعلى عنق الصهاينة لانه هذا ما هددك الامريكان قلت لك مراكز الاستراتيجية الامريكية هي لخوفتهم قالوا له مراهو اللي تعملوا فيه شأنه فقط لتقويت محور المقاومة شوفوا كيفش كانوا عشرين سنة التالي واليوم كيف اصبحت محور المقاومة كيف اصبح تسليحها كيف اصبح مقاتلها كيف اصبح تعقيدتهم قالوا هاو خطر رأوا كل ما ضغطتم كل ما زاد يعني محور المقاومة قوة وضراوة وشراسة وعلم انا اكدت عشرات المرات لانه ولي حروب اللي خذناها يكون اللي خذناها بالقلب المرة هذية متقوليش حايفة انا نقولك تل ابيب ستضرب تل ابيب سيضربها اليمنيون ليش؟ لانهم يتعلمون كل اليوم اليمنيون سيضربون تل ابيب نعم الجيش اليمني قادر ان يضرب تل ابيب ليش؟ لانه اصبح الان شوف يزم تفهم حاجة سماح رأوا مش اسلحة ايرانية فقط رأوا مطوروا اسلحتهم وانا عندي معلومات دقيقة انهم يطورون محركات الصواريخ يطورون معناها الشحنة يطورون معناها طريقة يعني ارسال الصاروخ وتوجيه رحو الهدف الكل قاعد يقدم على خاطر نعاود راهوا قبل الحرب هذه لم يتمكن جيش في العالم ان يصيب بصواريخ باليستية معناها سفينة تتحرك في البحر هذه معناها شي جديد ابتدعه الجيش اليمني لماذا؟ لانه الحرب تعلم الحرب زادوا شراسة وزادوا قوة وزادوا دقة وزادوا علما زادوا علما وهذا مما هاش قلت لك لكني تلك الانفة وفي خف النفس اللي يتكلموا بها اليوم القادة قادة محمر المقاومة منين جاية؟ والمفاجأة الكبرى ما زالت جاية راهي انا راني وعدكم تتذكر بالله البودكاست اللي قلت لك فيه انتظروا مفاجأات من المقاومة الليبنانية هاي جاية احدى منهم لكن مازال راهي مازال مازال مش هذا انتحدث عليه المفاجأة الكبرى مازالت هاي جاية في اثنية وساطة راون انا راني ماشي عراف ولكني اقرأ المشهد العسكري صح واقرأ قدرات ما اراه يعني المفاجأة الكبرى لم نراها بعد حتى الهدد اعتبرها نصف مفاجأة حتى الهدد لا مازال ممكن هو تحضير لما قبل المفاجأة سامان انا انظر انظر بعين خبير عسكري انظر الى تنقلات مقاومين المقاومة اللبنانية كيف يتنقلون كيف يتسللون كيف يصيبون كيف يرمون كيف معناها مراكز قيدة متحمك هذا كل دلائل على انهم قادرون على اكثر الف مرة مما رأيتوه يعني كيف انه يتسلل بصاروخ يعني بيحامل صاروخ يعني بيقاذف صاروخ كورنيت يتسلل به معناها مدة كيلومترات وسط الغابة ويصل الى المسافة السفر ويرمي به ويدمر منزل الصاروخ كورنيت لا يدمر منازل في العادة ماذا فعلوا ما هي تطويرات التي ادخلوا على هذا الصاروخ كل ما اراه هو اراه من قبيل الالعلم العسكري والتحرير العسكري لغير وهذاك على شكورتك المفاجآت قادمة لاني اعرف ما هم قادرون عليه المفاجآت قادمة لان اي خبير عسكري وللأسف سيد العميد راه اليوم مش الخبراء العسكريين الكل يتعاملوا مع القضية بنفس هذا الحياد مع المعلومة شوف سماح انا لا احب الشكر وشكر لا احنا بنشر شكو في لتا لكن خلينا اقول الحكاية الحكاية بدأت من امريكا ضاجرة من الامريكاني لما ارجع لي النسخة الاولى الامتحال الاول كانت العدد كان سبعة وتسعين على مية شك اني قمت بالغش اخذت ورقة وعن ظهري قلب اعدت المئة سؤال واجبت عنهم تعرفش قالي قال هذا لم يحدث من الضباط الاجانب خذني على جنب واراد ان يعرف ما هو السر قلته بكل بساطة السر هو ما نسيناه نحن العرب تعرف شنو السماح القراءة فقط انه انسان يعني يقرأ يتثبت يربط امور بعضها ويخرج بخلاصات هذا ما ينقصنا رأوا اليوم لم نعد نقرأ يا سماح وانا اقرأ فقط وتمادت العملية هذه بعد في كل المراحل العسكرية ليش مش نبوغ قراءة يا سماح قراءة ومجهود فقط هو قراءة ومجهود واضح قراءة ومجهود ما نحكووني مع الأردن سيد العميد نعم وزير خارجية الأردني يقول لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلا عن الاحتلال يقول وزير خارجي الأردني لن نكون نحن في مكان من يتعامل مع الواقع الكاري في الذي أوجده نتنيا وهذه كان في تدوينة للصفة دي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وهذه الكلام جاء بعد يوم من إعلان مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن بديلا لحماس في قطاع غزة ستظهر سياسته للنور خلال أيام في ظل عدم إمكانية القضاء على الحركة كفكرة ويقول الصفة دي كذلك نحن ما نقوله أننا نريد خطة شاملة ليس فقط لوقف الحرب والتواصل لسلم العادل والشامل على أساس حل الدولتين مش نقوله كلام مؤلم الحقيقة شنو قاعد يسير وتوى الأردنيون مع أسف مش الشعبرة مش نتكلمها شعوب هناك قراءات خاطئة من طرف القيادات في بعض الشعوب العربية في بعض الدول العربية قراءات خاطئة نقص في قراءة استراتيجية ونظرة ثاقبة للأمام كانوا متشبثين بحبل نتنياهو اتفقنا ولا لا كانوا يظنون أنه سيربح الحرب هذا في البداية وأنه سيقضي على المقاومة هذا فتشبثوا به لما تشبثوا به وأحسوا أنه يغرق إيش يعمل الإنسان العقل يترك ويغرق ويرجع إلى اليابسة أنا في بحر الآن بدأ البعض يستفيق أنه غارق لا محالة فاليوم بيش يفكروا بكل عقلانية أن يتخلصوا من تشبثهم بحبال وهي حبال الصهاينة هذا ما سيحدث والأخرين بيش يتبعوا أنا دي ما نقولك ساجل علي كلما ذاق الطوق حول عنق نتنياهو كلما تملص الجماعة منه لأنه لو سقط نتنياهو وسقط الصهاينة فستسقط معه عديد الأنظمة لماذا؟ لأنهم راهنوا على حصان خاسر استوقفني ممكن جملة أخرى قالها الصفدي ونتحدث عن وزير الخارجية الأردني عندما قال لا يمكن أن نسمح لنتنياهو ووزرائه المتطرفين بمزيدنا الإجراءات التي ترهن المنطقة للدمار يعني اليوم آآ وكانوا فما نوايا متاع استشراف حتى ولو متأخر بأنه المنطقة الكلة اليوم معنية شوف لانا تحدث فقط عن غزة أو عن الأرض الفلسطينية سيد العميد شوف بشو نقاليك بكل صراحة العملية بسيطة جدا الكل أصبح يخاف من تواسع الحرب وأصبح يحاول استقراء أو استشراف هزيمة مدوية للكيال الإسرائيلي أمام محور المقاومة مش نتكلم عن غزة مرضية لأنه كما قلت لك من يقرأ المشهد ويرى قدرات المقاومة اللبنانية وما ستقدر عليه وانضمام المقاومة العراقية ودخول الجيش اليمني الذي أصبح يرمي على حيفا وسيرمي على تل أبيب إذا كان هذا الكم الهائل إيش يعملوا الأخرين يقول لك أصبحت الأمور مخيفة ومن ننساوشك اللاعب لورا السيطار الذي هدد اليوم وقال بالحرف الواحد بتعرفين شكو النقصة قال لهم لو كان دولة عربية تسمح أو تفتح مجالها الجوي للأمريكان والصهاينة فستكون هدف معلن وهدف شرعي لقواتنا وهذا يا كافي ريتش قالت قبرص قالت ليه خطيني قبرص قالت أنا لن أفتحها مطاراتي خافوا خافوا ليش لأنه أصبحوا يقرأوا صح قدرات المقاومة اللبنانية فقط المقاومة اللبنانية أخافت قبرص الذي أعلن اليوم زعيمها أنه لن يفتح لمطاراته ولا إمكانيته للصهاينة وهذا شنوه؟ هذا هو الردعة هذا هو انتصار ردعة لقد ردعت تعاوا نقولها قايدها بالكبير قايدها هدى بالكبير قايدها هدى لقد تمكنت تمكن اليوم محور المقاومة تمكنت محور المقاومة من ردع كل من سيساعد أصعينا إذا توسعت الحرب هذا لا شك ورجل فيه به سيد العميد نرجعوا للكيان العدو وفي هذا الكل هما قاعدين يحاولوا يقولوا هاهم معيناش مش نمشيوا للبنان يعني لا نريدوا أن نذهب إلى حزب الله وإلى لبنان لكننا سنكون مجبرين على هذا وسيرون من ما لم يره أحد من قبل لكن في نفس الوقت صحيفتها أيرتس مثلا العبرية تقول اليوم أن جيش العدو بحاجة إلى ثمانية الف جندي فورا لتغطية خسائره خلال الحرب على غز أوك هتعود الرقم اللي قلت عليه فسرنا سيد العميد سيد العميد فسرنا ما معنى أن الجيش العدو يحتاج لثمانية الف جندي لتغطية الخسائر يعني هما خسروا ثمانية الف أو أكثر هما معاش نجم يستعملوا جنود الاحتياط انتفقنا ولا لأنه شل الاقتصاد الصهيوني بفعل رجوع معنى دخول الاحتياط إلى غزة وإلى فرقتي الشمال اليوم شو صار صار أن هؤلاء معنى شركات بعينها غادرت وشركات أخرى تهدد بالمغادرة لأن العمالة فقدت ذهبت كلها الجيش فاضطر الصهيينها إلى إرجاع هاتي العمالة وجنود الاحتياط إلى أماكن شغلهم ولم يبقى إلا هاكي المياه وثلاثين ألف جندي مباشر اللي حكينا عليهم باه إذن اليوم الرقم اللي أعطاها 8000 هما رقم القتلى الرقم رقم أنفهم ريت يزلقوا معناها خطر الأخرين يمكن مداوات الجندي وإرجاعوا للقتال لكن هذوم 8000 اللي انتهى أمرهم معناها فقدوا وهي الرقام اللي قلت عليها وقالوا 30.000 قد اقسم على 3 طرق عدد القتلى ها وحدهم وحدهم باه أنا بش نحكي معك بالتفاصيل ترجمة نانسي قنقر